سوف نسلم أعلامنا مرتفعة ثاماتها عزيزة من الثواريخ في سجلات نصر الأكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذل العطاء فاستحقوا الثناء تقديراً لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن وفي تلك السجلات تصطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات ومن بين هذه الأسماء الفريق أول فؤاد ذكري قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر ولد الفريق أول فؤاد ذكري في السابع عشر من نوفمبر عام 1923 وفي الثاني من سبراير عام 1946 التحق بالكلية البحرية وتخرج فيها بردبة الملازم ليلتحق بالعمل في وحدات القوات البحرية تدرج في المناصب القيادية وصولاً إلى رئاسة شعبة العمليات البحرية وعين قائداً للقوات البحرية عام 1967 فأعاد بناء القوات البحرية المصرية وخطط لأروع إنجازاتها العسكرية التي تحققت في معارك الاستنزاف وأكتوبر عام 1973 فقد خطط وأمر بضرب المدمرة الإسرائيلية إيلاد في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967 واتخذت القوات البحرية المصرية من هذا التاريخ عيداً لها قاد القوات البحرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة وحقق خطط القوات المسلحة بقطع خطوط الإمداد للعدو وغلق مضيق باب المندب ومحاصرة قوات العدو مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نصر أكتوبر المجيد حصل البطل على العديد من الأوسمة والنياشي تقديراً لكفاءته وإنجازاته العسكرية وفي مطلع عام 1983 رحل أسد البحار البطل الفريق أول فؤاد زكري تاركاً خلفه تاريخاً لا يمحى أثره في العسكرية المصرية